أحمد أنت عندك إحصائية مصمم تقولها قبل الفاصل رغم أنتش يقومها الشديد إحنا بنقول حاجة فيها سوء عشان نعدلها مش إن إحنا مثلا بنقطع أو حاجة لأ إحنا بنتكلم في إن إحنا عندنا مشكلة كبيرة لازم نعليج طيب النهاردة لو جينا بصنا إلى إحصائية المباراة هنلاقي إن عدد التمريرات الصحيحة اللي عملها نادي الزمالك كانت 288 تمريرات صحيحة في المقابل نادي البنك الأهلي عمل 470 تمريرات صحيحة تقريبا نادي الزمالك عمل 288 تمريرات صحيحة فقط في المقابل نادي البنك الأهلي عمل 470 تمريرات صحيحة طيب إزاي هتقول لي كده أحمد وإنت طالع إحصائية المباراة بتقول إن نادي الزمالك لاستحواز 61% في المقابل نادي البنك الأهلي 39% لا هي مش خصائية غلطة أو الحاجة هقولك إزاي الكرة في رجل لعيبة نادي الزمالك كانت بتبقى موجودة ولكن مش من خلال التمرير كان بتبقى فرج اللعيب نادي الزمالك ما عندوش حلول كنا بنشوف اللعيب نادي الزمالك بيحاول يروح يحاول يعدي تطقطع يروح يحاول يعدي تطقطع النهاردة عدد الكرات اللي استخلصها نادي البنك الأهلي من نادي الزمالك أكبر بكتير جدا من نادي الزمالك استخلصها إحنا دايما كل الكرات وكل الخطورة كان بتيجي نادي البنك الأهلي عن طريق أخطاء بتاعتنا سواء في التمرير أو استخلاص كرة من لعبتنا أو يمكن شفنا الجن ده أكبر دليل يدل على إن الكرة ردت من كرة من عند رقم واحد في الملعب شكراً هنا خطورة النهاردة الكرة تقطع في نسافة الدين الجزاري شكلت على مرماق خطورة ما فيش كده في الدنيا التحرك اللي بتديه اللي أنت بتعمله للعيب اللي معاه الكرة ده حل ده إحدى حلول الكرة القادم كلنا شفنا برشلونا في عزه وفي ماجده أعمل تيكي تاكا كان لعيب الكرة بلعب الباس وبتحرك النهاردة أنا لعيبت باس وما تحركتش طب اللي معاه الكرة ده هدي إيه لو إحنا مسالمين نفسنا لدفاعات الفرقة التانية أنا ما عنديش حل هتطر إن أنا حاول أرقص فتطقتها وده اللي كان بيحصل طول الموتش تريبيه النهاردة من نادي الزمالك فهي دي لازم لازم لعيبة نادي الزمالك تدور على الحلول لعيب اللي معاه الكرة لازم اللعيبة تديره حلول ما يبقاش إحنا خلاص مستسلمين لفرق الدفاعات نادي البنك الأهلي النهاردة واقفين في التلت الهجوم يا فيش عندي حل خالص لها فلازم نتيقن للخطأ ده ويبقى عندنا حل ليا بس